السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بك في الحلقة 37 من كورس كلينكا الفارما احزا اقول قبل ما نبدأ كده ان انا اشتقتلكم جدا والله بقى ان حوالي 5 شهور ما نزلناش اي حاجة انا بعتذر جدا كنت مضغوط ولا امتلك وقتي ان شاء الله بقى وعدكم المرة دي ان راجعتنا قوية جدا المهم بقى اتطمنون عليكم سواء في التعليقات او على صفحة الفيس او على تليجرام انا بقرأ وبرد على كل الرسائل اللي بتجيلي و تاني بعتذر على التأخير اللي حصل ده و ان شاء الله مش هتحصل تاني ندخل بقى في موضوع حلقة النهاردة النهاردة هنتكلم عن الاسروس كاليروسيز تصلب الشرايين ايه هو تعريفه و ازاي بيحصل وهنتكلم عن الادوية اللي بتستخدم في تنظيم مستوى الدهون في الدم الادوية دي هنتكلم فيها على مدار حلقتين علشان نقلها بالتفصيل ونركز فيها شوية لانها مهمة جدا مش موضوع متحان هتخش تمتحناه بس فيالا بينا نسمي الله ونبدأ بالاسروس كاليروسيز اولا للكلمة دي من اصل يوناني بتتكون من مقطعين اسري وسكاليروسيز اسري بمعنى فوكال اكيوميليشن افليبد اي تراكم الدهون وسكاليروسيز بمعنى هاردنس تصلب معناها تراكم الدهون تحت طبقات الاوعية الدموية الدهون بتفضل تتراكم لحد ما الاوعية الدموية دي تتصلب وتفقد مرونتها ومع الوقت ممكن يتكون جلطة في المكان ده ويتسبب في انسيدات كامل في الوعاء الدموي وعلى حسب مكان الوعاء ده هتظهر الاعراض الاسروس كاليروسيز ممكن نقول عليها مصطلحات اخرى زي تعريف الاسروس كاليروسيز بقى بمعنى انها الحالة اللي بيحصل فيها تكون بلاج داخل الشرايين والبلاج ده تكون من الترصبات الدهنية اللي فضل تزيد مع الوقت في الوعاء الدموي لحد ما داء قوي او تصد بالفعل والمناطق اللي تكون فيها البلاج دي بتتميز بتلات حاجات اول حاجة ان الاندوسيليا الهنا هتفقد وظيفتها في الانقباض والانبصاد فكده هيبقى ممر الدم دايق عندها ثاني حاجة بيحصل بيحصل التهاب في المنطقة دي وثالت حاجة هنلاقي ان البلاج دي بتتكون من كوليسترول وفاتي سابستانس وسيلولار ويست وكالسيوم وفايبرين تمام جدا من المعلومات المهمة ان الاسروس كاليروسيز ده السبب الرئيسي لحدوص الكوروناري ارتري ديزيز والمرض ده بيحصل فيه تصلب للشريان التاجي وبالتالي متابعة الليبت بروفايل دي حاجة مهمة جدا بعد سن الخمسة واربعين عشان للأسف زي ما هنشوف كمان شوية ان الاسروس كاليروسيز ملهاش اي اعراض اثناء تكونها انت تتفاجئ بالمضاعفات على طول وفي معادلة بتتعمل اعتمادا على الجنس والسن والريس والتوتر كوليسترول والHDL والستوليك بلود بريشر وهلا عندك سكر وبتدخن ولا لأ اسم المعادلة دي بولد كورد اكوشن المعادلة دي بتقدر تحسب قد اين تعرضها للاسروس كاليروسيك كارديو فاسكولار ديزيز بس كل اللي عليك اللي انت تخش تمنى البيانات دي وبيديك الريسك بتاعك قد ايه اتمنى تكون كل حاجة واضحة لحد دلوقتي تعالى بقى الروح للباسوفيسيولوجي الخاص بالاسروس كاليروسيز اي ازاي بيحصل اسروس كاليروسيز اولا كده لازم تعرف انها بتحصل في فترة طويلة جدا يعني حوالي من 10 سنين ل 15 سنة عبارة ما تتكون وطول الفترة دي ما بيبانش على المريض اي اعراض زي ما قلنا تمام ايه بقى خطوات تكونها اول حاجة نوع من انواع الخلايا الدم البيضة اللي اسمها مونوسيت بتلزق نفسها في طبقة الاندوسيليم الخاصة بالوعاء الدموي بعدها بتخترقها وتوصل للسب اندوسيليلس بيس وهناك بيحصلها اكتيفيشن وتتحول للميكروفاج واحنا عارفين من زمان ان الميكروفاج دايما وظفتها انها بتبتلع الحاجات الغريبة وتخلص الخلية منها استنوا بقى نشوف الخطوة التانية علشان نعرف المونوسيت درايفد مايكروفاجز دي هتبتلع ايه الخطوة التانية بقى ان الكوليسترول الضار اللي هو ال ال دي ال بيدخل ويعدي طبقة الاندوسيليم وبيحصل له هناك اكسادة عن طريق الانزيمات والفري راديكالز اللي موجودة في الاندوسيليم وده بالتالي هيتسبب في حدوث دامج في الاندوسيليم وهيحفز الانفلاماتوري ريسبونس يعني الخطوة التانية تكون فيها الاكسودايزد اللي دي ال هل استنتقت بقى المايكروفاجز اللي تكونت في الخطوة الاولى هتبتلع ايه ايوا بالضبط هتبتلع الاكسودايزد اللي دي ال وهتكون خلايا حجمها كبير اسمها فوم سيلز ودي اسمها فوم لانها بتفضل تكبر وتلزق في بعضها فبتبقى عاملة زي الفوم ومع الوقت الخلايا دي بتموت وتكون فيبرس كابسول ودي بتميز انها بتبقى صلبة وبيترسب عليها الكالسيوم كمان وتزيد صلبتها مع الوقت مع الوقت الفوم سيلزة عملت تتكون وتموت اللي دي اللي عمال يخش ويحصل الاكسودايشن والماكروفاجز ستبتلع وتكون الفوم سيل والفوم سيل دي عمالة تموت فعلى مدار 10 الى 15 سنة هتتكون البلاج اللي بتضيع الوعاء من جوه وهتبقى ملاش اعراض في البداية لحد ما حجمها يزيد قوي وضعيق البلاط فلو او لحد ما يحصل الثر في الوعاء الدموي عند المنطقة دي بنسميها بأسيروما ألثريتس فده اللي هيحفز تكون جلطة في منطقة الأسيروما ألثر ويسد الوعاء الدموي بالكامل وبالتالي هيحصل اسكاميا وموت في الانسجة دي دي كده الخطوات باختصار طبعا الخطوات فيها تفاصيل اكبر من كده بس مش مهمة بالنسباننا في الفرما فحلو قوي تعرف دول تعالا بقى نشوف السامبتومز الخاصة بالأسيرو سكاليروسيز وثاني هنقول ما لهاش اي اعراض لانها بتتكون ببطء جديد جدا وثاني حاجة عشان بيحصل للارتري في كل المناطق اللي فيها بليجز وبالتالي البلاط فلو ما بيتأثرش الاعراض بتبدأ تظهر فقط لما الوعاء يدياء جامد او يحصل القطع اللي قلنا عليه وتتكون الجلطة في حالة لو حصل انسداد تام للكروناري ارتري الشريان التاجي فده يسبب اسكيميا في عضلة القلب اي غياب الاكسوجين ومنسمى موت عضلة القلب مايوكارديال انفاركشن طيب نعمل دايجنوزيز ازاي للأسيرو سكاليروسيز علشان نمنع المضاعفات دي بدري بدري واحد هنعمل لبيراتري تستس زي الليبت بروفايل والسيرويد فونكشن والسي بي سي ونقص مستوى السكر كل ده اساسي طبعا طيب لو لقيت مستوى السكرم عالي او السيرويد مش شغالة كويس في هيبوسيروديزم والهايبوسيروديزم معناه ان الحرق بتاع الجسم ضعيف فالدهون بتزيد وتترصف مناطق غلق فالاول هنحل المشكلة البرائماري اللي عندنا وداني حاجة هنعمل اسكال للشريان التاجي ونشوف في حاجة تكونت ولا لا وده عن طريق ازا حاجة زي الايكو والنيوكلر ايميجينج والكمبيوتر تيموغرافي وماجناتك ريزونس ايميجينج وكرونري انجيوغرافي والالتراسونيغرافي ندخل بقى في المانيجمنت وزي ما احنا متعودين ده بنقسمه الحاجتين لايفستايل موديفكيشن وميديكيشن والميديكيشن اللي هنا بنسميهم بالانتيهايبرليبيديميك ايجنت نبدأ باللايفستايل موديفكيشن اللايفستايل موديفكيشن عندنا حاجتين اول حاجة اللي احنا نزبط الضايت وثاني حاجة الرياضة نبدأ بالنصائح الغذائية اللي بتساعد في تقليل الكوليسترول الضار زي انه لازم الضايت بتاعك يكون فيه خضروات وفواكه وحبوب كاملة الحبة ومنتجات الالبان اللي بيأكلها تبقى لو فات ويعتمد على الاسماك والبقوليات والفراخ كمصدر للبروتين وانه ياخد الاسنشال الفاتي اسد اللي محتاجها من الزيوت النباتية والمكسرات ويقلل من السكر واللحم الحمراء وكمان يقلل من الستيرويت الفات والترانس فات بحيث يكون اللي بيستهلكوا منهم بس حوالي 5% من التوتر الانيرجي اللي بيحرقها خلال اليوم وبالنسبة للملح ما يزودش اكتر من 2.4 جرام في اليوم واخر حاجة انه يتبع الدهش دهات الريباترن اللي تكلمنا عنه في الهايبرتنشان مفيد علشان يقلل الكوليسترول الضار سواء كان عنده الضغط او لا تمام دي النصائح الغذائية ثاني حاجة في اللايف ستايل موديفكيشن هي الفيزيكا الاكتيفتي واجدوا ان ممارسة الرياضة من 3 ل 4 مرات في الاسبوع كل مرة 40 ديهة ده بيساعد في تقليل مستوى الكوليسترول الضار والتوتر الكوليسترول عامة يعني بيقلل لLDL والن HDL كوليسترول اللي هما VLDL والكيلو مايكرونز الرياضة بتزود الHDL مش بتقلله تمام الموضوع بسيط خالص لحد دلوقتي طيب وانت عامل ايه دلوقتي اخبارك احوالك صحيتك اتمنى تكون في احسن حال مالكش دعوة مالكش دعوة يلا نروح لتاني جزء في الحلقة اللي هندى فيه كلامنا عن الانتيهايبر لبيديميك ايجنس وهنخلص كلامنا عن الموضوع ده الحلقة الجاية ان شاء الله بنقسم المجموعة الكبيرة دي لسبع عائلات من الادوية اول مجموعة واهم مجموعة اللي هما HMGQA Reductase Inhibitors وبيطلق عليهم اسم STATINS وهنفهم لي دلوقتي تاني مجموعة معينا هي بالأسد سيكوسترانس وبيطلق عليها اسم هنتكلم عنها برضو في الحلقة دي ان شاء الله ثلاثة عائلة معنا هو دواء واحد اسم النياسين او النيكوتينيك اسد او فيتامين بي سري ورابع عائلة هي الفيبريك اسد دريفاديفز وبنقول عليها اسم والعائلة اللي بعد كده اسمها كوليسترول ابزوربشان انهيبتورز وده دواء واحد اللي هو الازيتيميب وبعد كده في معانا الأوميجا سري فاتي اسيدز واثر ايجنتز هناخد دول دلوقتي والبقية في خلال ربع ساعة و تلت ساعة الحلقة اللي جاية هنخلصهم ان شاء الله نبدأ بمجموعة HMGQA Reductase Inhibitors اول اللي بنقول عليها اسم اولا دول الفيرست لاين تريتمينت للباشنط اللي عندهم Elevated Risk of Acerosclerotic Cardiovascular Disease ومن اسمهم عرفنا انهم انهيبتورز للكي انزيم المسؤول عن تصنيع الكوليسترول في الكبد اللي هو HMGQA Reductase ونوع الانهيباشن اللي بيحصل هو Competitive Inhibition بمعنى ان طول ما السابستريت اللي بيشتغل عليه انزيم تركيزه اقل من تركيز الليستاتنز فيفضل الانزيم الشاي في السابستريت ويمسك في الليستاتن والعكس صحيح ومن فوائد الستاتنز انها بتقلل الكوليسترول الضار وبالتالي هتقلل من البروسيس اللي كانت بتحصل في الكوروناري ارتري من تكون البلاك وضيق في الكوروناري ارتري السيرابيوتك بنيفتس بتاعتهم انهم بيعملوا بلاك ستبيليزيزيشن يعني بتوقف نموها لو كانت موجودة وبتحسن الكوروناري اندوسيليال فانكشن وبيمنعوا تكون الجلطة وكمان لهم Anti Inflammatory Activity الادوائي اللي في المجموعة دي هم الاتورفاستاتن وفلوفاستاتن ولوفاستاتن ولوزوفاستاتن وسينفاستاتن وبيتافاستاتن وعايز اقولك ان الاتورفاستاتن من الادوية اللي عملت ضجة كبيرة جدا وكانت نقلة رهيبة لشركة فايزر لانهم كانوا اول ناس تكتشف المجموعة دي وفضلوا بعشر سنين هم بس اللي بينتجوه وبيبيعوا الاتورفاستاتن في براند نيم اسمه الليبيتور وكان هو الدول اكثر مبيعا لسنة 2003 ارباحها وصلت منه حوالي 12.5 مليار دولار في 2008 بالنسبة للنقطة دي هل تتوقع كلهم لهم نفس البوتانسي في تقليل الكوليسترول الضار طبعا لا صح كل 3 اللي تلونوا احمر دول اقوى حاجة وبعضهم ال 2 الاصفة وقال لهم ال 2 البقين كم oportunidad نذهب لل قلنا الحلق اللي فاتت في بايو سنساسي كوليسترول طبعا الحالة اللي فات الدين بالنسباني من خمس شهور هعتبر اللي انت لسه سامحا مبارح قلنا ان تصنيع الكوليسترول بيبدأ بالاسيطايل كو اي ومن نوع هيتكون مركب اسمه اتش ام جي كو اي وده اللي هشتغل عليه انزيم ال اتش ام جي كو اي ريداكتاز ويدينا الميفالونات اللي بيحصل له كذا خطوة بعد كده وينتج الكوليسترول المهمة بقى ال اتش ام جي كو اي لما ييجي يتحول للميفالونات بواسطة ال اتش ام جي كو اي ريداكتاز ده مش بيحصل في خطوة واحدة فيه في النص مركب بيتكون ويتحول للميفالونات برضو بنفس الانزيم اسم المركب اللي في النص اللي بيتكون هو اتش ام جي كو اي انترميديات يعني المركب الوسطي هو مش مستقر بيتحول على طول للميفالونات بس ده اللي احنا عايزين نوصل له هاتلي بقى شكل المركب ده عايزين نعرفه وهاتلي برضو الشكل العام المشترك في كل أدوية الليستاتينز والدور عليك دلوقتي مش ملاحظ حاجة؟ أنا ملاحظ إن الجزئية دي في الليستاتينز شبه الانترميديات وده السبب اللي يخلي إنزيم يتلخبط ويمسك في الليستاتينز ويحولها لمركبات مش فعالة ويسيب السبستريت بتاعه الأساسي وعلشان كده قلنا إن الليستاتينز هما كمبيتاتف انهيبيتورز للHMGQA ريديكتيز والنتيجة للبرشة الإنهيبيشن للإنزيم ده هيحصل ثلاث حاجات أولاً هنوقف تصني الكوليسترول وبالتالي نقص كمية الكوليسترول الموجودة جوه الخلايا وده هيخلي الخلايا تزود عدد الLDL ريسبتورز علشان تحسن شوية من ساحب الLDL اللي موجود في الدم وثالث حاجة هيحصل مودست دي كريز في البلازمة تريجل سرايد وزيادة بسيطة في الكوليسترول الجيد اللي ماشي في الدم طبعاً اللي سامع الحلقة اللي فاتت قلنا التلاتة دول بالزبط وكمان اديت لكم لمحة عن الليستاثنز تمام قوي نروح للسيرابيوتك يوزز أولاً بيستخدموا في تقليل مستوى الLDL طبعاً سواء كان لوحدهم أو مع الرزنز أو النياسين أو الإزيتيميب دي أدوية الدهون الأخرى اللي هناخدها الحلقة اللي جاية إن شاء الله بس الرزنز هناخدها النهاردة وكمان بيستخدموا مع الأطفال اللي عندهم فاميليا الهايبر كوليستروليميا أو فاميليا الكمبينيد هيبرليبيديميا واخدنا أنواع الديسليبيديميا المرة اللي فاتت وفيه حاجة لازم نعرفها إن الأدوية دي ما بتستخدمش مع الحوامل أو الرضع أو اللي بتفكر في الحمل وعلشان الكوليسترول بيتصنع بالليل هننصح المريض ياخد الليستاتينز بالليل أو بياخدها كجورع واحدة بس يومياً معادها الأتورفاستاتين والرزوفاستاتين اللي اتنين دول ما بتأثروش بالمعاد قوي أتمنى أن الكلام يكون سهل عليك إن شاء الله بالنسبة بقى للإفكاسي بتاعت الليستاتينز هما بيقللوا الكوليسترول الضارب بنسبة من 24% ل60% طبعاً على حسب الدول المستخدم والجرعة بتاعته وبرضو بيقللوا الدهون السلاسية من 10% ل30% وبيزودوا من مستوى الكوليسترول الجريب لذلك هلاقيهم بيقللوا من الكوروناري إفنتس والكوروناري هارت ديزيز مورتاليتي وبيقللوا من الحاجة للعمليات اللي بتحصل في القلب زي الدعامة وبيقللوا برضو من الاستروك والتوتال مورتاليتي عمتاً مهما مش الفريستالاين من فراغ يعني بس للأسف كل حاجة وليها عيوبها برضو فلو رحنا بصينا على الأعراض الجانبية هلاقي أول حاجة تأثيرها على الليفر والتأثير ده نادراً لما بيحصل بس بيحصل أولاً في بعض المرضى بيزيد مستوى إنزيمات الكبد 3 مرات أكثر من المستوى الطبيعي لذلك لازم الطبيب ينصح المرضى يعمله كل شهرين تحليل وظائف كبد ولو كان المريض مستقر بيخلي المونيترينج على الليفر فونكشن كل 6 شهور لسنة وزي ما قلنا تأثيرها على الكبد نادراً لما بيحصل بس ضروري المراقبة لأنه بيحصل مع بعض المرضى وفي حالة لو لقيت الإنزيمات الخاصة بالكبد 3 مرات أعلى من المستوى الطبيعي أو أزيد هنوقف الستاتنز فوراً تمام؟ تمام استاد إفكت الثاني هو على المسلز وده بقى اللي مشهور جداً أول حاجة بيعمل المسل بين في 10-15% من المرضى وده أكتر حاجة بتحصل وممكن بعد فترة يتطور الموضوع لمايوباسي ده زي انفليميشن كده في العضلات مش بس مجرد ألم بسيط لا ده الألم بيزيد وممكن الموضوع يتطور أكتر لأصعب حالة وهو الربدو مايوليسيز ومن اسمها كده رابدو مشتقة من رابد سريع مايوليسيز يعني تكسير وتحليل العضلات والحالة دي ندرة جداً إنها تحصل من الستاتن لوحدها بيبقى فيها ألم شديد في العضلات وتحلل في العضلات وبالتالي الليفر بيحصل له دامج بسبب كمية الخلايا الكبيرة اللي رايح له وكذلك بيحصل كيدني فيلير وقد تصل الخطورة إلى الوفاة العامل اللي بتزود الريسك من الربدو مايوليسيز واحد كل ما سن المريض يزيد اتنين بتحصل ده أشهر درج درج انتراكشن للستاتنز ما ينفع شد الستاتنز مع الفايبريت وآخر حاجة ممكن تسابب بربدو مايوليسيز هي الهايبوسايروديزم علشان هرأي بموضوع المصل البين ده هرأي بالكرياتين كاينيز في حالة لو ظهر مع المريض آلام في العضلات وخلي بالك من الحاجة مهمة بقى المريض اللي بيتعالج بالستاتنز يفضل إنه ياخد معاه سبليمنت من الكو انزين كيوتين أو اللي بنقول عليه اسم كو كيوتين لان نتيجة لاستخدام الليستاتنز هيقل تركيز الكو كيوتين في الجسم فلازم ياخد الكو كيوتين من بره وكمان الكو كيوتين واجدوا انه بيعالج أو بيقلل شوية من حدوث المايوباسي الجرعة بتاعت الكو كيوتين بتكون من 100 ل 200 ميلي جرام يوميا لمدة سنتين ونص ده بالنسبة لتأثير الليستاتنز على المسلز بقى الأعراض بقى بالنسبة للجهاز الهضمي ممكن يحصل مع عدد قليل جدا من الناس نيوزيا أو جاز انتفاخات يعني ودايرية أو كونستيفيشن تمام وبالنسبة للأعراض اللي بتظهر كان يورولوجيكال بعد الميتا اناليسيز أثبتت إن بعد استخدام الليستاتنز لسنوات طويلة ممكن يؤدي لبعد الموموريلوس وتأثيرها على الهرمونال في دراسة واحدة بس لقيت إن استخدام الليستاتنز ممكن يزود فرصة إصابة المريض بالديابيتس بنسبة من 2 ل 17% أهم حاجة هنعرفها كويس هي تأثير الليستاتنز على الليبر والمسلز تمام نروح بعد كده للدراج انتراكشن أول حاجة اللي لسه إيلنها من شوية هي الليستاتنز مع الفايبريتس طبعا ما ينفعش عشان بتعرض المريض لمايباسي ورابدوميولوسيز وخصوصا الجين في برازيل ده دواء من مجموعة الفايبريت وأقل واحد في الفايبريت ممكن يعمل كده هو الفينوفايبريت لذلك ممكن يستخدم عادي مع الستاتنز ثاني دراج انتراكشن هو مع النياسين خصوصا لو بستخدم النياسين بجرعة أكبر من 1 جرام في اليوم ده هيعرض المريض برضو للميوباسي والرابدوميولوسيز بس طبعا أقل بكتير من دراج انتراكشن اللي بيحصل ما بين الستاتنز والفايبريت لذلك فضل لو انا بستخدم مليلستاتنز مع النياسين ان اعمل مونيتور اللي بنصل بيني ثالث دراج انتراكشن هو مع الاميودارون والفيراباميل والدلتيازين دول بيزاودوا الرسك من الميوباسي مع الدواءين دول مليلستاتنز فستخدم استاتنز تانية غير الاثنين دول تمام ونظرا لان اللوفاستاتن والسينفاستاتن والأتورفاستاتن المتابلزم بتاعهم بيعتمد على انزيمات السيتوكروم بي 450 اللي من نوع 3A4 هلاقي ان كل الادوية اللي بتعمل انهيباشا للانزيم ده هيزودوا تركيز التلاتة دول في الدم وعلى العكس برضو كل الادوية اللي هتزود تركيز او الانديوسر يعني للسري اي فور هيزودوا المتابلزم بتاع التلاتة ستاتن دول فهيقل تركيزهم في الدم وهسيبلكم امثلة ليهم في مرف الحلقة والدوائين دول الرسوفاستاتنز والفلوفاستاتن المتابلزم بتاعهم بيعتمد على انزيمات السيتوكروم 2C9 لذلك ادوية زي الكيتوكنزول والمترونيدازول والسيميتيدين اللي بيعملوا انهيباشا للانزيم ده دول هيزودوا تركيز الدوائين دول في الدم واخر معلومة بتقول ان الفلوفاستاتن ورسوفاستاتن دول الستاتن افتشويس لو انا باستخدم في رابا ميل كيتوكنزول جروب ماكرولايدز وسيفالوس بورين طبعا انتشافك كيتوكنزول هنا تاني ما تستغربش عادي ما انا بزبط الجرعة بتاعيتهم بحيس اوصل للتركيز اللي انا عايزه في الاخر واخر حاجة هنقولها في مجموعة الستاتنز واللي قلنيها اصلا ان ما ينفعش هستخدمهم مع الحوامل او الرضع او اللي بتفكر في الحملة اصلا وكذلك ما نفعش الناس اللي عندهم مشاكل في الكبد وكده خلصنا اول عائلة في الانديهايبر لبيديميك ايجونز ندخل على تاني عائلة معنا النهاردة وهي مجموعة سهلة اوي وكلامها منطقي جدا وهما الريزنز او البايل اسيد سيكوسترانز من اسمها كده هتعرف هي بتعمل ايه ريزنز اصلا يعني مراكبات كبيرة ما بتدبش في المية وبالتالي ما بتمتصش وما بتخشش الدم هي شغلها كله في جي اي تي ومن الاسم التاني بايل اسيد سيكوسترانز يعني بتمسك في البايل اسيد وبالتالي هيعمله مع بعض كومبليكس هينزل في الفيسيز واحنا عارفين ان البايل اسيد ده بيتكون من الكوليسترول في الكبد وبكده يعني لما قدي الريزنز دول هيقللوا تركيز الكوليسترول في الدم جميل جدا مين بقى الريزنز دول؟ هم التلات مواد دول اشهرهم هو الكوليستيرامين وفي الكوليسيفيلام والكوليستيبول هم عبارة عن anion exchange resins يعني بيمسكوا في المراكبات اللي عليها نيجاتفة شارج anions وبيعملوا كومبليكس سوى الكومبليكس ده بيتطرت برا الجسم والانينز زي البايل اسيد والبايل سولز تمام الميكانيزم اف اكشن بتاعهم انهم بيمسكوا في البايل اللي خرج من الجول بلادر في الامعاء علشان يساعد في المتصاص الدهون اللي موجودة في الطعام وبالتالي تركيز البايل اسيد بيقل وده هيحفز الكبد انه يحول الكوليسترول اللي عنده لبايل اسيد علشان يعوض النقص اللي حصل في البايل وده هيترتب عليه تلات حاجات اولا ديكريز في الانترا سيليولار كوليسترول كونسانتريشنز وان كريز للهيباتك ابتيك اوف اللي دي ال كوليسترول وبالتالي ديكريز في البلازمة اللي دي ال كونسانتريشن فلو بصينا بعد كده على الفيكسي بتاعت الريزنز هنلاقي انهم بيقللوا اللي دي ال بنسبة من خمستاشر لستة وعشرين في المية وبيزودوا الاتش دي ال بنسبة من ثلاثة لستة في المية وبالتالي هقللوا من الماجور كوروناري ايفنت وهيقللوا من الكوروناري هارت ديزيز مورتاليتي بس مشكلتهم انهم بيزودوا تركيز الدهون السلاسية ونركز على الحتة دي لان هي دي الكنترا انديكيشن الوحيد بتاعت المجموعة دي فالكورونترا انديكيشن بيقول ان ما نفعش ندي الريزنز للناس اللي عندهم تركيز الدهون السلاسية اكتر من 400 ميلي جرام بر دي سي ليتر تمام جدا نروح للاستخدامات بقى بيستخدامه في كومبيناشن عشان لنزود الهايبو كوليستراميك افكت للناس اللي عندهم برايماري هايبر كوليستراميك بيعالج طيب 2 اي وطيب 2 بي والكوليستراميك ليه استخدام اخر في علاج البريورايتس اللي هو الهرش او الحكة اللي بتيجي للناس نتيجة لتراكم البيل اسد تحت الجل وكمان ليهم استخدام في حالة الديجيتالي ستوكسيستي لانهم بيمسكوا فيه ومنعهم تصاصه والكوليستراميك بيقدر يمسك في الجلوكوز ويقلل امتصاصه فممكن يستخدم في ديابيتس طيب 2 طعم جدا تتوقع ايه الاعراض الجانبية للريزنز؟ لو فكرت في الفات سوربل فيتامينز اول حاجة طب انت مركز ما شاء الله عليك فعلا يحصل مال ابسوربشن وفات سوربل فيتامينز الا والدي والاي والكي فيتامين بيحصل مال ابسوربشن علشان الادوية دي اصلا بتمسك في البايل اللي اساسا خارجه علشان تساعد امتصاص الدهون وقال لواحد في الريزنز من حيث السايد افكتي ده او ممكن نقول انه ما بيعملش كده هو الكوليستراميك وعلشان السايد افكتي ده فغالبا ما بنستخدمش الريزنز في البريجنانسي علشان ما نأثرش على احتاجات الجانين من الفيتامين تمام تاني سايد افكت هي الجي اي تي دستيربانز زي كونستيبيشن ونوزيا وفلاتيولانس وبرضو اقلهم في الاعراض دي هو الكوليستراميك وعلشان عارج الدستيربانز ده بزود من الفايبرز في الاكل او بدي سيليم مع الريزنز تمام جدا اخر حاجة ونختم بها الحلقة وهي ان الريزنز بتعيق انتصاص بعض الادوية سواء كانت الادوية دي نيوترال ملهي الشحنات يعني او كانت كاتايونز او انايونز ولا مثلة كتيرة جدا بصراحة علشان كده عنصح المريض انه ياخد الادوية التانية اللي بياخدها مع الريزنز قبل ما ياخد الريزنز بساعة او بساعتين على الاقل طيب لو نسي وخد الريزنز هيستنى من الاربع لست ساعية وبعد كده ياخد الدواء التاني تمام كل الادوية بيمشي معاها القانون ده مع ذا النياسين ما بيفريش معاها لو خدتوا مع الريزنز في اي وقت والمعلومة دي مهمة ليه؟ علشان انت اصلا ممكن تلاقي رشدة جايالك مكتوب فيها دواء نياسين مع ريزنز فانت تستغرب ازاي هياخد الاثنين مع بعض لا اعادي ما تستغربش النياسين ما بيتقصرش وبرده كل سيفيلام ما بيمسكش في الديجيتاليز ولا الوارفرين ولا الستاتينز فعادي جدا تشوفهم بيتاخدوا في نفس الوقت الكنترا انديكيشن هي زي ما قلنا ما ينفعش ندي الادوية دي عند الناس اللي عندها مستوى الدهون السلاسية اكتر من 400 ميلي جرام بالديسي ليتر تمام كده الحمدلله خلصنا حلقة النهاردة اتمنى تكون استفدت بحلقة النهاردة ياريت ما تبخلش عليا وتشاركني بتعليقك بتفرق معي جدا وبتشجعني سواء ان يطور من نفسي او ان يكمل عمتا واخر حاجة ما تنساش زرار اللايك وشكرا جدا على المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته